اشتركوا في القناة وحضورها المشرف في كافة المجالات واعتزازها بما بلغته من مكانة مرموقة محليا وعربيا ودوليا حققت المرأة البحرينية العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات واجتازت العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهها وتقلدت المناصب القيادية في شتى المجالات وتحدت بعزيمتها وإصرارها كل عقبة وقفت في طريقها وواجهت بسلاح التعليم كافة أنواع التمييز وكان للقوانين والتشريعات تأثير كبير على ما وصلت إليه استطاع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة أن يحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال تنمية المرأة وتعزيز مشاركتها في إطار من العدالة وتكافئ الفرص والتوازن بين الجنسين وعلى مدى عقدين تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والجوائز الوطنية لتعزيز حضور المرأة في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات السياسية والمهنية وريادة الأعمال والعمل التطوعي فضلا عن اعتماد يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر للاحتفاء سنويا بإنجازاتها الوطنية في مختلف المجالات وحرصا على تهيئة المناخ التشريعي التشاركي للتقدم المرأة وبتوصيات من المجلس الأعلى للمرأة تم إصدار عشرات الأوامر الملكية والتعديلات التشريعية والقرارات الوزارية لتعزيز حقوق المرأة وانعكست هذه الأجواء التشريعية والتنظيمية الإيجابية على تعزيز إسهامات المرأة وإثبات تنافسيتها في المسيرة التنموية والديمقراطية اكتسبت المرأة البحرينية على الساحة العربية مكانة مرموقة من حيث المشاركة والمساهمة في دعم النساء العربيات وتمكينهن كما أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها على الساحتين الإقليمية والدولية بتولي أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية وفي هذا اليوم تؤكد المرأة البحرينية عزمها على مواصلة إنجازاتها الرائدة كشريك جدير ومتكافئ في النهوض بالوطن وتعزيز مكتسباته التنموية والحضارية وتوطيد حضورها المشرف عاربياً وعالمياً